حوالي 900 منزل في ألمانيا من حرفاء المشاغل دوتش تيليكوم تعرضوا لمشاكل كبيرة عاقتهم على فتح الانترنت بسبب احتمال هجوم إلكتروني بحسب المجموعة الألمانية وقد بدأت صعوبات الربط بالانترنت والهاتف الأرضي والتلفزيون ظهر يوم الأحد واستمرت حتى يوم الاثنين صباحا وشملت حوالي 20 مليون مشترك في شركة دوتش تيليكوم أي معلومة عن مصدر هذا الهجوم الإلكتروني المحتمل لم تعرف بعد غير أن المخابرات الألمانية كانت اتهمت هذه السنة المخابرات الروسية بشن هجمات إلكترونية دولية بغرض التجسس